برنامج دنيا السياحة دايماً بنخدكم في أماجن سياحية متنوعة لكن السياحة في رمضان هي سياحة التزوق وسياحة الطعام عشان كده خدناكم برج القاهرة لكن كمان بنتعرف على كل الأكلات في كل الدول العربية إزاي بيستقبلوا رمضان في الفطار وفي الصحور ده من خلال حدث ومسابقة سياحية وأيضاً مسبق التزوق تابعونا النهار ده ودنيا السياحة في رمضان الكريم في شهر رمضان الكريم المطبخ بيبقى اهتمام كل اللي بيسموا في رمضان بالتأكيد بنفكر هنعمل إليه بعد الفطار مفيش أجمل من مسابقة دولية عن الطعام نقدمها في شهر رمضان الكريم معنا الشاف لبناني هنتعرف عليه أكتر ونعرف التايتل بتاعه مشارك في هذه المسابقة لو لا تعرفها أول شي بنقولها لو سهلها فيكم ثانياً نحن موجودين بأجمل حدث ولأول مرة فريد من نوعه بتاريخ مصر يلي هو السياحة والتزوق طبعاً مهرجان السياحة وتزوق فريد من نوعه وبالحدث تبعه كيف قدر جمع عدة مطابخ لتكون بعدة ثقافات مختلفة لتبرز ما هو قائمين عليه وينتقلون من مرحلة الهاوي إلى مرحلة المحترف طبعاً في بورت ميسنك بالنسبة للموضوع إنه هو أكاديمي سنحن ككيولينري أرس أرغانيزيشن اللي هي منظمة فنون التهيئة العالمية هي الرائع الرسمي للمهرجان الجميل وإن شاء الله حنشوف مفاجآت بالأيام المستقبلية ولكن نحن شفنا اليوم عدة أفريقا أو عدة مثلاً كذا فريق من كيفة الدول عم بتشارك وعم تعطي ما هي بني على أساسه من الهاوي إلى الأكاديمي وبعدين من الأكاديمي يجهز للاحتراف شفنا المطبخ الفلسطيني المطبخ الأردني الجزائر التونسي اللبناني والتراسي المصري اللي هو جداً جميل أنا بحبه كتير بالإضافة إلى نوع فولوكلور من اللمسي الأوروبي سو اليوم نحن كندا مشارك كندا حنشوفها نشارك دولياً لأنه دايماً أول ما نتكلم بشطرين نتكلم بعالمي ودولي عالمي يعني يحمي الكوكب الأرض الدولي يحمي اللوكل الدولي اللي هي منزمتها سو نحن اليوم المهرجين السياحة تذوق يخص إقليمياً شر أوسط ويخص دولياً اللي هو الدولي البطلي الحبيبي مصر طبعاً مصر عنده ثروات بالخبز وعنده ثروات بالحضارة على مر عصور التاريخ بالنسبة للمطبخ تبعه سو عشان هيك نحن دايماً وتجمع عدة أفارقة من كيفة الدول عشان تقدر تقوم بهالحدث الجميل طبعاً اللجنة اللي كانت عم تحكم جداً جبيلي عمالقة الطاهي أنا بحييهم منها التليزيون البطل ودي آر فيري بروفاشنال دي آر فيري تالنت ليقدروا يعطوا النتيجة بالذوق بالمخرج وبالإنتاج كلام جميل بس أنا مش عايزة ضايع فرصة إن معايا ماستر شيف لبناني ونتكلم عن الأكل اللبناني وخاصة في شهر الرمضان إيه الأكل اللبناني المحبز على المائدة اللبنانية في شهر رمضان وأنا شايف هردك الكثير من الميدلز يعني عايزة عرف الأول الميدلز دي إيه وبعدين كلمني عن المائدة اللبنانية في شهر رمضان بداية أول ما منشوف على وشاح الماستر شيف ماذا يمثل؟ أول شي يمثل المنظم اللي هو بيكون أساسة وكينة جميل جداً وكل بنز بيكون موجود على الوشاح هو يحمل حدث وسيرتيفيكات موثقة من الحدث من كندا ومن لبنان كوني كاللبناني نحن بنكون بكافة القطاعات اللي بتمثل التذوق العالمي والدولي سوهيدا الشيء جميل عشان يثبت جدارته أما بالنسبة للمطبخ اللبناني طبعاً كلنا بنعرف كم صقفة المطبخ اللبناني كتير واسعة من مقبلة بيردي للمقبلة صخني ليلحقها الأطباق الرسمي الرئيسية بعدين الحلويات وأساس المطبخ لا يتجزء بالنسبة للمطبخ العربي الرز على الجيج ويليها البقية الأشياء المرافق لأله يكون يا تبولي يا فتوش أو حمص أو متبل أما بالنسبة للحلويات العربية اللي تبعد يتبع في الفطار وفي الصحور ممكن إذا كاخدناها بالإفطار أي نعم تكون رئيسية ودائماً نحن بنعرف أنه بالإفطار الإنسان لا يأكل كثيراً أول شيء بيقطع أول مرحلة بعد ثلاث أربع ساعات بعدين بيجلس على الصفرة كرمال يقدر يفطر ويكون فطاره بشكل كويس نعم أساسيات أساسيات بكل حضور جلسة أكل سواء بالغداء أو بالعشاء الصفرة الليبنانية جداً غنية وفي الفطار والصحور لأننا من الكلام صحيح حتى إذا كان مثلاً إذا كان عصري فيك تخذية بالعصريات لأن الحمص والبابا غنوج والمتبل أو الصلاطات هو نوع من أطباق المرافقة التي لا واحد يزهق منها وتقدر المين كورس أو الطبق الأساسي اللي بيتحط في صفرة الفطار في رمضان الرز على الجيج عبارة عن أي الرز للعجل الرز مع لحمة مفرومة ويكون للجيج مسلوق ومشوي بالفرن بعدين يفصفص يحط على وجه ونحط عليه شكل الفتة لمصر لا ليس فتة شكل إيه؟ طيب يشبهني بالطبق مصر شكل رز ولحمة مفرومة طيب نقلي البصل سريع مع نسل التوم ونحط اللحمة ونقليها لبهارات بعدين ما نضيف عليها الرز نضخ الرز لينضج بمية للجيج اللي مشوية بالفرن بعدين نشيلها نحطها بيجاد ونفسفس للجيج ونحطها على الوجه زي كبسل تقريبا ولكن هيدا هو الطبق الترديشنل الذي يؤكل كل يوم ولا نزهق منه شعر رمضان الكريم الناس بتهتم بنظم التغذية السليمة سواء كانت فطار أو صحور وإحنا كمان بنهتم بنفس الموضوع لكن بنهتم بالسياحة ببرنامجنا والنهاردة في مهرجان تزوق والمهرجان ده مش بس تزوق ده السياحة وتزوق لكن فين عند البرج إزي ممكن مسابقة نختار منها طعام أفضل وإيه المعايير إحنا النهاردة معنا ضفنا دكتور في التغذية وأيضا ماستر شيف هتعرف عليه أكتر محمد محمد سعد الدين دكتور في التغذية وماستر شيف ورئيس لجنة التحكيم أهلا بيك وعايزين يتكلم عن مسابقات التعام والتزوق إيه الكاتجرز المعينة أو إيه المعايير اللي على أساسها بتختار طيب المعايير أول حاجة إحنا بنختار إن المسابقة بدأت الأول داخليا لتنشيط التزوق وتأثير الطعام على السياحة يعني جذب السياحة جداد عن طريق الطعام غير القصار غير السياحة البحرية يعني إحنا عندنا حاجات كتير منها مطبخ المصري هو مطبخ يعني عريك وقديم قوي فإحنا نستغل في مجال السياحة عشان كده وزارة السياحة والأثار حبت تعمل أول مسابقة من النسخة الأولى في مكان زي البرج أسري يعتبر يعتبر من المزار سياحي مزار سياحي ومزار أسري اللي اتنين مع بعض وديكت أول مسابقة من نوحها فحبنا إن إحنا نطلع بمسابقة المسابقة تطورت وبقت حاجة دخلت حاجة دولية تشتركت فيها عدة دول زي السعودين هدي أمثلة يعني مش كل الدول السعودية الأردن فلسطين جزائر عندنا كذا دولة اشتركوا معنا وكان المطبخ حتى المطبخ السوشي مبارح كان فيه من اليابان الناس من اليابان جات فيعني تطور كبير سريع حصل في المسابقة خلانا الحمد لله والشكر لله إن إحنا نفكر نمعل نسخة تانية وثالثة وربعة فيها بإذن الله تمام لو هنتكلم عن مائدة رمضان طبعا أنا يعني بتكلم من كل الدول حضرتك بقى هتكلمين عن مائدة رمضان يعني طيب لما إيدة رمضان بالنسبة للفطار والسخور إيه أهم الأطباق والناس تتعامل إزاي من غلال تغذية سليمة طيب إحنا هنكلم عن الصيام فبنكلم عن شريعة من شراء على الإسلام صح طيب الصيام هو في حاجتين مهمين جدا بيعملهم الحاجة الأولى هو بيعمل دي توكس للجسم تنظيف طبيعي للجسم اللي حنروح ندفع عليه فلوس كتير قوي من بره هو موجود ولكن ليه شروط شروطه إيه الغذاء السليم يعني إيه يعني منفعش نكون صايم طول النهر وآجي أعود على دهون كتيرة وكربوهايدرات وحاجات زي كده صح أو لا فضروري نحن نعرف إيه أنواع الأكل بتاعتنا اللي بنحطها وإيه الفايدة بتاعتها والكميات بتاعتها فضروري نهتم بالكم اللي هي السعرات الحرارية بمترجمة منها السعرات الحرارية النوع نفسه هل هو فيه كمية كربوهايدرات كتير السكرية كتيرة فبالتالي أنا مش أخص وكي مش يحصل الدايت أو الدي توكس اللي أنا ما يحتاج له انت صايم أكتر من 12 ساعة أو حدود 12 ساعة فده الدي توكس بطريقة شرعية وجميلة وبتاخد حسنات عليها وبتاخد صح عليها اللي اتنين مع بعض بس بموضوع بسيط جدا طب حررتك تدينا كده يعني ما إيه ده يعني يقول لنا مثلا المين كورس إيه الأبيتايزر زي هقول لك أنا بحب أفطر إزاي في رمضان بس لما كون الواحد مش عن دمي عشان كون مع بعض صراحة أوكي بعمل إيه أول حاجة أنا ما بفطرش على عصير زي ما الناس بتعمل لأنه هاخدوا السكرية كتيرة تطر على بلح آآ ممكن تمرى واحدة فقط لغير أوكي واقعوا بمسلا لو هنصلي وبعد كده نرجع تاني نتيني نفطر حتى السعودية بتعمل كده يعني في ناس بيخطوا البلح في اللبن وفي ناس بيعملوه خشاف عادي بغض النظر بتفرقش ما بتفرقش هلسي لا مش فارقة كتير ولكن عدد التمرات أكتر آآ وخصوصا الناس اللي عندها سكر بنمنع القصة دي أوكي دايما بنقيس حاجة بسيطة أوي مؤشر الجراسيمي للأكل يعني كل أكل اللي سعورات للمؤشر الجراسيمي بتاعه يعني هو بيرفع الأنسونين قدي وينزل الأنسونين قدي كل ما ناخد مؤشر الجراسيمي آآ قليل كل ما انتي دخلت في ديتوكس وفي نفس الوقت بتعملي صحة أكتر واستفدت أكتر فنعمل على العصائر الفاكة تتاكل أكل سناك بين الوجبات وبعدها يعني بين الصحور وبين يعني ما ناكلش كنويفة وقطاية في سناك لا ممكن تاخدي من نفسك حاجة صغيرة ولكن مش كميات ومش بعد الأكل مباشرة لإني يعني انت عارفها لو مجرد ناكل لحوم ناكل معاها السلطات الحاجة اللي هتتهدم في المعدة هتاخد اللي متهتمش وتنزل والشربة بتبق تعمل انتي بصمع احنا في رمضان فيه ناس بتتخن فينا بجد في مصر يعني في مصر عكس الموضوع حدش بيخس حدش بيخس والناس بيجي لسكر في رمضان أنا غريبة يعني مفروض رمضان دي توكس يعني احنا بنتستخدمه غلط لو احنا كاننا اكل طبيعي بنتعامل معاه غلط اه بنتعامل غلط لو كاننا اكل طبيعي لذيذ وحلو بدون واصول الاكل يعني ما ندخلش بيبسي مشروبات غزية الحاجات اللي زي كده في دمن الوجبة الغذائية نفسها ولا نشرب عصائر ولا نقدم العصائر على الوجبة الغذائية بتاعتنا ناخد اكلنا وبعد ما اكلنا اه 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 تلتة ربع ساعات ناكل طبق فاكهة ناخد حلويات حتى الفاكهة ما نخلطهاش ناخد نوع واحد في الفاكهة يكفينا هو ترشيد وفي نفس الوقت هو الصح بتاع جسمنا اه اشتف عبد طويل من فلسطين اهلا بيك يعني مشاركتك في المسابقة كلمني عليها في عجالة عشان اتكلم عن المطبخ رمضاني بفلسطين تمام احنا اه اه فريق فلسطيني جينا ادعينا للمهرجان السياحة والتذوق ومشاركين عندنا هنا تسع متسابقين معنا في المهرجان وبشكر للقايمين على المهرجان وعلى الضيافة اللي يستقبلوننا فيها وكله من جزيل شكر ليلهم مشارك بعكل فلسطيني ايه؟ احنا شاركنا اليوم بعدة اصناف في الاكل الفلسطيني اشتركنا في المسخن الفلسطيني اشتركنا بالادرة الفلسطينية اشتركنا في المقلوبة الفلسطينية اسمها ادرة ادرة فلسطين بايش عزورنا تمام ما فيش مشكلة كمان شتركنا في السمائية دي اكلة خاصة باهل غزة عندنا كمان يعني ما حدش بيعملها دي الاصناف اللي شاركنا فيها ايه الاصناف المحببة في المائدة الرمضانية الفلسطينية وفي الصحور يعني في الفطار وفي الصحور بص يعني بخصوص الاكل في فلسطين كبير خاصة في شهر رمضان يعني عندنا المائدة تلاقي عليها يعني لا يقل عن الخمس ستة أنواع من الأكل احنا الشعب الفلسطيني بحب ما بعرف إنته إيش بتسموها عنكم احنا منسموها الطبيخ الطبايخ الطبايخ يعني إيه بالسلسة؟ لا لا الطبايخ يعني الرز اللحمة الشربات الطبيخ على اللي بالسلسة؟ احنا الرز المسبك المسبك لا احنا منقول عنه الرز اللحمة الشربات اللبن اليخاني الصواني طواجن انتو بتقولولها احنا بنقولها صواني عندنا عندنا صواني بردو بس الصواني باش رميل ده بالنسبة للفطار الصحور عندنا مش كتير يعني جبنة البطيخ اللبنة الامور زي كانت خفيفة زي كانت خفيفة بالضبط كده مش كتيرة يعني حلو الحلويات الشرقية فقط الحلويات عندنا دوكم معالي أساس ومعالي عندنا بس اللي في رمضان اللي هي الأطايف الأطايف كنافة بأشكالها طبعا مش مشكلة بتكون والكنافة والجلاج يبقى هنا برنامج سياحي عندك وقت تزور أماكن سياحية ولا مكانش عندك وقت في الزيارة دي صراحة لا طب جيت قبل كده أكيد مصر جيت أكيد زورت إيه أماكن سياحية كنت في شرم الشيخ ما روحتش أماكن تانية لسه لا والله بس اللي بعد المصر موجودين لأسبوع هنلف إن شاء الله بلك إن احنا في مكان سياحي يعني أنا اللي يهمني إن احنا جايين البرج نصور مسابقة عن المطبخ وإيه اللي بيقدمه كل دولة في شهر رمضان تمام وإنت طيبة وشكرا ضمن الكريم دايما بنحب نعرف الدول العربية بيعملوا إيه على الفطار على الصحور وخاصة وإحنا في مصابقة الطعام وعن سياحة الطعام وتزوق حلقتنا كانت النهاردة وبنكمل حررتك من الجزائر شيف سمية من الجزائر أهلا بيكي منين مز الجزائر؟ من الغرب الجزائري تخصيصا الطيف دي الشرق أنا من الغرب مدينة تيسم سيلت جميل وليلي بقى يعني المصابقة النهاردة مشاركتك فيها بتتمثل بيه؟ أنا مشاركة في الطبق العربي رح عمل طبق تقليدي جزائري اللي هو الطبق الحلو اسمه طاجير الحلو مكوناته ايه؟ هو عبارة عن فواكه جفة كيوي مجفف قريصة انتم بتقولولها احنا بنقول لها برقوق يعني انتي حلواني؟ لا هو ده طبق هو حلو حلو المذايق بس بيجي باللحمة باللحمة؟ باللحمة أو بالمكسرات هو الأكل الجزائري هو أساسي في رمضان رمضان؟ نحط طبق الحلو بتاكلوا اللحمة بعض الفضار؟ هو يعني زي الحلو قطع صغيرة لحمة مسكرة مش لحمة ملحة تتخلوا به زي كنافة وقطايف عشان هو مليان طاقة بيدي فارق اه فيه فواكه مجففة فيه مكسرات فيه مزا فيه مأزهر فيه ينسون فيه قرفة فيه فانيلا فهو غني بالنكهات اسمه إيبا؟ طبق الحلو الخلوخ؟ الحلو الحلوه ده طبق اساسي في رمضان اه كل السنة وانتو طيبين والطبق الاساسي في السحور في الجزائر ايه؟ احنا بنصحر حليب وطامر او فلون عندنا الفلون ده اساسي في رمضان او كوسكوس كوسكوس باللبن زورتي اماكن سيحية في مصر؟ انا عندي خمس شهور هنا زورتي ايه لماكن سيحية؟ زورت سيوة زورت اسكندرية زورت المتحف المصري شارع المعز زول حسين زورت اماكن كتيرة تقريبا لفيت مصر كلها خلصت حلقتنا والنهاردة كنا في برج القاهرة بنتكلم عن الطعام الطعام في شهر رمضان الكريم وسيحة التزوق والطعام في كل الدول العربية بيقدموا ايه في شهر رمضان على مائدة الفطر والصحور ده اللي شوفناه النهاردة في حلقتنا ودنيا السيحة الى اللقاء وحلقة جديدة